طيب الست بقى لما تهتم بنفسها طب ما دي حاجة حلوة ان انت دايما كده تسيبي لنفسك ساعة او اثنين في اليوم تكوني انت مصدر كده لساعتك ورواقا دماغك مش فكرة ان لازم يكون راجل هو مصدر ساعتك او مصدر جمالك فيه ستات كتير قوي بلاقيها ان هي يعني بتبتدي مثلا تغير لون شعرها عشان حسة ان جزها بيخنها او مثلا ان هي بتعمل حاجة جديدة في نفسها او بتشتري حاجة او بتعمل لك جديد عشان تلفت مثلا نظر خطبها او حبيبها او 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 ايوا ليه ليه يكون فيه حد هو مصدر لطقتك عشان تهتمي بجمالك وساعتك وتستمتعي بوقتك ليه ليه ما تكونيش انت المصدر الحقيقي لساعتك ممكن جدا تكوني في دوامة ومضغوطة وعندك التزامات كتيرة جدا ولكن ممكن تقتصي ولو ساعة او اثنين من اليوم كله بعد الدوامة الرهيبة اللي انت بتكوني فيها انزلش ربي كافي في اي حتى اسمع ميوزك كده وعادي هادية في العربية مع نفسك عادي في كافي اي حاجة تخليك تحسي ان انت عندك باور ان انت تكملي لانه في الحقيقة طول ما انت مهتمة بنفسك ولما بتسمعي كلمة ان انت جميلة او محدش بيديكي سنك او محدش بيفتكر مصلا ان انت يعني بيديكي سنك اقل من سنك دي حاجة اصلا بتبسطنا وبتفرحنا وبتخلينا كده في حالة انت عايش اللي هو انا عيشة انا موجودة كتير جدا بنمر بازمات وبازة وبواجع بس تصدقيني مفتاحك للنسيان او ان انت تنسي الوجع واي ازة مريتي بيه في حياتك هو مفتاح حرية عقلك وانطلاقك لكل الحياة كل سنة كل ام طيبة وكل امرأة دايما تكون جميلة وكل ست دايما تكون كده في اطلالة وتميز ومنطلقة في حياتها اشتركوا في القناة